السلام عليكم بكم في فيديو جديد وموضوع جديد اكيد ان الفيديو دياليوم مهم ان شاء الله لكل سيدة متشوقة باش تكون ام بطبيعة الحال ان هاد الامر هادا كيف ما كان عارفوه هيبا من عند الله ضروري ما خاصكش تقلقي من هاد الامر الى تأخر الحمل ديالك ضروري انك تلتزم بالصبر وكذلك تقوي الايمان ديالك وتستغفر الله لان كيف ما كيقول الله عز وجل يهب لمن يشاء اناتا ويهب لمن يشاء الدكور ويجعل من يشاء عقيم اذا كل شيء فيه حكمة وفيه واحد رسالة قوية باش انك يعني ما تقلقيش وما توتريش وما توتريش الاعصاب ديالك بطبيعة الحال كان بزاف ديال السيدات تأخر الحمل ديالهم يعني غانعتك واحد القصة يعني قصيرة باش هاكن دوزل وصفة مباشرة ان شاء الله ونعتك شنه هو السر لتكبير حجم البويضة باش تقولي يعني ما تبقيش تقولي بانك محرومة من الدريع هاد القصة هادي غادي تخليك انك ما تقوليش مرة اخرى انك محرومة بطبيعة الحال هاد القصة هادي واقعية لسيدة يعني هي وزوج ديالها كانوا كيمشيوا للطبيب مرارا وتكرارا ما خلوا تشي طبيب يعني سواء في الدول العربية او في الاوروبية او في دول الاجانب بطبيعة الحال مشوا يعني الجميع الاماكن اللي تنصحوا بها انهم يمشيوا لها ومع ذلك بقى عندهم الحمل المتأخر 17 السنة وسبحان الله بعد هاد الانتدار دي 17 السنة حملات هاد سيدة هدي فرحوا لها الاقارب ديالها والاهل ديالها ولكن هاد الحمل هاده سبحان الله ما كانش يعني افسحها جيدة الحمل ديالها ما كانش يعني حمل سليم مائة في المائة نجبات الطفل ديالها وهو العمر دياله الان 16 سنة ولكن هاد طفل هاده كان تولد معاق يعني تولد عنده اعاقة ذهنية يعني استخيلوا معي هذا الإسرار وهذا يعني التضارب مع نفس ديال الإنسان باش أنه يحصل على واحد الشيء اللي هو كيف ما كان عرفوه هيبا من عند الله أكيد أننا نديره بالأسباب ولكن ما نتقلقوش لأن كل شيء إلا وفيه الخير لنا هات السيدة هدي من بعد هذا العذاب مع هات الطفل هذا يعني بطبيعة الحال أنها كانت كيف ما قلنا بأن كانت منتظرة هاد الطفل بعدها 17 سنة وربعتها هاد الطفل هذا ولكن خاصكم دي ما تقتنعوا بدك الشيء اللي يعطاكم الله يعني حاولوا أنكم ما تبقاش تقولوا بأنكم محرومين من الدرية هي هيبا من عند الله فاربك يعطيكم واحد لهيبة أو واحد الهدية اللي كتكون في المستوى ديالكم بطبيعة الحال حاولوا أنكم يعني ما تتدمروش ما تبقاش تقولوا بأن الله ما بغاش يعطيكم الدرية بالعكس ربي غادي يعطيكم إن شاء الله ولكن خاصكم تلتازموا بالصبر دي ما كنقولها لكم أكيد أنكم ديروا بالأسباب لأن دي ما ملكت بحتي على شيء أمر ضروري أنك تديري بالأسباب باش كتحصل على ذاك الأمر والله كذلك كيشوف بأنكم يعني باغين هذك الشيء فاربك ما كيحرمكمش منه وكيعته لكم في الوقت المناسب هذه بين قوسين يعني واحد القصة اللي هي واقعية وقصة حقيقية يعني لزوجين كانوا كينتظروا تنتق بحالكم يعني في واحد الانتدار واحد الشوق ولكن سبحان الله كيفما قلت لكم نجبوا واحد طفل اللي هو معاقدهني فتعذبوا معاه يعني وتمنوا أنهم ما نجبوش بالمرة يعني لأن كيفما كنعرفوا الأطفال من دولة احتياجات الخاصة خاصهم واحد الرعاية واحد الصبر يعني هذه القصة هذه هي بين قوسين يعني باش نعطيكم فكرة على أن الأمر اللي انتم ما فيه دبا ره ماشي حيرمان وهو فقط يعني واحد المسألة ديال الوقت وأكيد أن كل شيء بيد الله وغاد يرزقكم الدرية الصالحة إن شاء الله بطبيعة الحال هاد الوصفة هادي اللي قامت بها هاد الأخت هادي كانت سبب في الحمل ديالها من بعد الله وصفة قوية إن شاء الله ممكن تجربها أنت كذلك لا عندك ضعف في الإبادة لأن بزاف ديال الحالات كيكون عندهم فقط ضعف في التبويض من بين الطرق اللي ممكن أنها تساهم بتنشيط التبويض وهي تناول منتجات الألبان وجدت الدرسة أن النساء اللي كيتناولوا حصة واحدة من منتجات الألبان كاملة الدسم يوميا ممكن يساهموا في أنهم يعالجوا مشكل فشل التبويض التانوي كذلك تناول فيتامينات رئيسية منها فيتامين بيدوز السيلينيوم يمكن أن يزيد من تنشيط البويضة ولكن المرأة كتستهلك ثلاث أنواع من الفيتامينات في الأسبوع الواحد يمكنها أن تعالج 20% من حالات عقم التبويض بطبيعة الحال ممارسة العلاقة بانتظام وكذلك خفض نسبة الكربوهيدرات كيفما كان عرفوا بأن النظام الغذائي المرتفع في الكربوهيدرات المكررة مثل الخبز الأبيض الماكرونة البسكويت ممكن أنه يؤثر على فرص حدود الحمل وضروري أن هذه الأطعمة هذه تحيدها من نظام ديالك الغذائي لأنها فعلا ممكن تخفض لك من نسبة الخصوبة وكذلك من نسبة أو فرص حدود الإنجاب تناول مزيد من الأسماك لأن الأوميغا 3 الموجودة في الأسماك تقلل من خطر الإجهاد وكذلك تعمل على تنشيط البويضة وبطبيعة الحال فقدان الوزن لأن الوزن الزائد ممكن يؤثر بطريقة سلبية فحاولي أنك تخسري ولو 5% فقط من الوزن ديال الجسم ديالك باش تزيدي من فرص حدود الحمل وضروري أنك يعني تناولي واحد الوجبة ديالإفطار تكون صحية متكاملة لأن التغذية الجيدة كتساهم في تعليات فرص حدود الحمل وكذلك في تعليات الخصوبة بالإضافة إلى تقليل من الكافيين تقليل من المسكينات وكذلك تناول مضادات الأكسادة التي تكون في حمد الفوليك الزنك كذلك يعني مضادات الأكسادة في الفواكه مثل الفواكه يعني والخضروات المكسرات الحبوب الكاملة كل هذه الأمور تزيد من فرص حدود الإنجاب عند السيدات بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إذن إلا غيرتي من نظام ديالك الغذائي وورجع نظام صحي وكذلك مارستي نوعا ما الرياضة بالإضافة إلى الحركات الرياضية في المنزل ديالك ممكن أنك تقضي على هذه المشكلة وكذلك تنشط الدورة الدموية على مستوى المبيضين وكذلك تقضي على الدهون التي تكون متراكمة هذه الدهون التي تكون متراكمة بكثرة في مستوى البطن يعني هذه الدهون التي تؤثر لك على الخصوبة ديالك وكتمنع انتقال البويضة لقناة فالوب وبالتالي تقلل من فرص حدود الإنجاب وبطبيعة الحال كينو وصفات طبيعية وقوية إن شاء الله مجربة لجميع السيدات اللي باغين يكبروا من حجم البويضة بسرعة إن شاء الله هذه الوصفات هذه ممكن أنها توفي بالغرض في حال أنك ما كنتش كتنولي أدوية أخرى لأن الأدوية المنشطة فهي كتكون بوحدها ما خاصكش تخلطيها مع الوصفات الطبيعية هذه الوصفة هذه قبل ما نعطيها لكم حاولوا أنكم يلعج بكم المحتوى ذ هذه الفيديو ما تنسونيش ديما من واحد اللايك باش تشجعوا القناة وكذلك باش تعم الفائدة ويوصل هذا الفيديو لجميع السيدات إن شاء الله بطبيعة الحال الوصفة سهلة إن شاء الله هي عبارة عن حبات من التمر يعني في بداية الدورة الشهرية ابتداء من اليوم الأول إلى غاية نهاية الدورة ستتحضر تمر بكمية مناسبة ستدري فوق البخار ودفلوا هذه المكونات اللي ستذكر لك في الفيديو إن شاء الله وكذلك حاولي أنك تلتزم بهذه المقادير المعينة لأنه فعلا وصفة قوية إن شاء الله مجربة وهذه السيدة هذي جربتها وجبت معها نتائج مردية كتدري حبات التمر فوق البخار من بعد ما كتصبح الملمس ديالها يعني رطب كتحاولي أنك تدريها في واحد الإناء وكتتمعسيها يعني بالفرشة يعني بالفرشة يعني بالفرشة بطبيعة الحال غادي تخضي يعني واحدة الكمية ديال زرعة الكتان يعني نصف ملعقة صغيرة من زرعة الكتان وكذلك نصف ملعقة صغيرة من السمسم بالإضافة إلى جميع أنواع المكسرات المتوفرة عندك في المنزل ديالك ماشي ضروري أي نوع يعني ضروري الأشياء المتوفرة عندك المكسرات بالأنواع ديالها المختلفة فهي كتكون قوية إن شاء الله كتناولي هذا التمر هذا يعني من بعد ما كتشكله كرات كيكون كرات يعني باش هاكي يعطيك واحد كرات ديال الطاقة أو كرات لتنشيط التبوي كتناوليهم ابتداء من أول يوم للدورة كرة واحدة في اليوم وبطبيعة الحال مقدار التمر يعني كيعتمد على الوقت اللي كتبقى فيه الدورة ديالك يعني على حسب طول الدورة كتتتحضره واحد الكيمية وكتناوليه يوميا بتداء من أول يوم للنزول الدورة إلى غاية آخر يوم فهو هاد الوصفة كتتساهم في تنشيط التبويض تكبير حجم البويضة وبالتالي زيادة فرص حدود الحمل والإنجاب بالإضافة إلى الاكتار من شرب الماء خصوصا في أيام الدورة يعني سبحان الله الماء معجزة يعني الماء فهو النعمة من عند الله بطبيعة الحال هاد سيدة هادي دارت هاد السر بالإضافة إلى الوصفة السر هو شرب الماء وشرب كميات كبيرة من الماء ثلاثة لترات في اليوم يعني كتر من شرب الماء خصوصا في أيام الدورة الشهرية لأنه فعلا غادي ساهم في علاج المشاكل الهرمونية سواء كانت عندك ارتفاع في الهرمونات غادي ترجع تنتظم أو عندك انخفاض في الهرمونات غادي ترجع المستويات ديالها الطبيعية إن شاء الله هاد السر هاد بالإضافة إلى هاد الوصفة هادي إن شاء الله غايحقق لك المعجزة وغاديحقق لك الحلم ديالك ترجمة نانسي قنقر